أين زوجي؟ من يدلني عليه؟ ثلاث سنوات وأم فاضل لا تعرف شيئا عن شريك حياتها لم تترك بابا إلا وطرقته باحثة وسائلة عن سندها وسند أولادها ولكن ما من مجيب فناشدت وعبر قناة التغيير السلطات المحلية بالبحث عنه ومعرفة مصيره زوجي مفقودة ثلاثة سنوات كشي ما عف عنه وما خليته مكان ما سأدته عنه وما عف كشي عنه وقعدت سنتين ببيت أهلي وحالتي لا يؤس عليها وطالب بس من الحكومة بس يدعف زوجي ويصب وعيش ميت وأنا صاحبة أربع أطفال ولدين وبنتين وحالتي يعني تعباني حي لوم الله والعالم يساعدوني من خيرين من هوني ومن هوني وأبني يشتغل بباب جديد يومية ألفين ونصر الله وكيل والله العظيم والعالم تنطيني ما الإيجار تنطيني ما المولدة من هوني من هوني مشي نفسي الله وكيل ابنها فاضل يعاني من جيوب أنفية بحاجة إلى عملية مهمة فتبحث عن من يمد لها يد المساعدة ويجبر خاطرها بإنقاذ ولدها من المعاناة وأبني مريض عنده جيوبا فيي ووديتون على دكتور قال يقدروا مليون دينار يتكرروا حتى يبوت جواتو والله العظيم ويرأت رموش عيوني يعني حال حال تعباني بس طالب من الحكومة بس عاب عني خبر على الزوج عيش ميت وأو يدي عملون عملية الأبني كشي ما طالب من الحكومة ومن الخيرين وأوني يتي بس عاب عني خبر على الزوجي وأبني عملوا عملية الخشمه لكل ما ينام الله العظيم يعني حال حال يشتعل قلبي عليه أم فاضل واحدة من آلاف النساء اللواتي يعانين من نفس ما تعانيه وأكثر فالحرب الأخيرة على المدينة خلفت وراءها قصصا لو مثلت على التلفاز لأبكت الصخرة قبل البشر بحسب مواطنين أيادهم تمتد إلى الناس وترتجف خجلا من العوز وذلة السؤال ولكن الواقع لا يرحم عزيز نفس بهذه الأيام من الموصل سعد منصور التغيير الفضائية